بمعدل 300 يوم في السنة هو عدد العواصف الترابية المرجح أن تضرب العراق في المستقبل المتوسط وليس البعيد وفقاً لوزارة البيئة ما ينذر بخروج الأمور عن السيطرة حال دخول العراق مرحلة تصحر الشديد حيث أن مواجهة آفة التصحر بحاجة إلى موازنات مالية كبيرة وهو ما تفتقر له الدولة اليوم وكالة رويترز وفي أحدث تقرير لها حذرت من تنامي ظاهرة هجرة المزارعين العراقيين إلى المناطق الحضرية وتخلي عن أراضيهم في ظل موجة الجفاف وشح المياه وسوء أنظمة الري المعتمدة منذ قرون من دون دور فاعل للحكومة لمعالجة ذلك مهنة الزراعة التي كانت حتى وقت قريب تدر أرباحاً تضاهي واردات النفط وفقاً لوكالة رويترز أصبحت اليوم عملاً مرهقاً لا يؤتي أكله بعد أن فاقم ارتفاع نسبة العواصف الترابية من الأزمة ليجعل العراق الأول على مستوى العالم تأثراً بالتغيير المناخي وفقاً لوزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي والذي أكد أن زيادة العواصف الغبارية في العراق هو نتيجة قلة الغطاء النباتي مشيراً إلى أن تأثير العواصف سيزداد ما لم تتخذ إجراءات لتثبيت التربة من خلال إقامة واحات وأحزمة خضراء في المناطق الصحراوية الفلاحي لفت إلى أن نحو 60% من الأراضي التي كانت مزروعة فقدت نتيجة التجريف والتجاوزات عليها كما هو الحال في مناطق الدورة والبعيثة ومناطق أخرى في حزام بغداد مشيراً إلى أن عمليات تجريف البساتين وإحراقها تتم بتواطئ مع جهات متنفذة دون أن يسمها وهي عمليات مستمرة كل يوم لتحويلها إلى مناطق سكنية فضلاً عن تجريف المساحات الخضراء في المناطق السكنية وبناء العشوائيات عليها وفقاً للوزير نفسه تدمير ممنهج أفقد العراق هويته الزراعية لتأتي العواصف الترابية على ما تبقى وتحيل حقول العراق لعصف مأكولة